اكد سعادة الدكتور وليد خليف المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي لتصديل فيروس كورونا ان الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مستمرة بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين منوهن بان التزام الجميع بمسؤولية هو المكمل الاساسي للجهود والقرارات والتوصيات وركيزة هامة لنجاح كافة الخطط بما يسهم في القضاء على الفيروس وحفظ سلامة وصحة الجميع وقال المانع ان الالتزام المسؤول بالقرارات والاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية هو واجب وطني على كل فرد من اجل حماية نفسه واسرته ومجتمعه والحفاظ على السلامة العامة كما يسهم الالتزام في حماية ابطال صفوفنا الامامية من الكوادر الطبية ويخفف العبء عنهم كونهم خط الدفاع الاول في تحدي فيروس كورونا وأوضح وكيل وزارة الصحة أن ما تقرر من خفض مدة الحجر المنزلي الاحترازي من 14 يوما إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين جاء بعد دراسة مستفيدة من قبل الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وأضاف المانع أن وزارة الصحة مستمرة في جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة في كافة مسارات العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية